المواطن تونسي مقيمة بأوروبا رجعت في السيف وبرشة كليم على تونس خاصة مسألت أنه الدولة تقترض من المواطنين المقيمين بالخارج كانت فرصة يعني باش يعني تكون العلاقة بين الدولة والمواطن تكون علاقة مبنية على حسنية احنا يعني فرحنا بالاقتراح هذا وكننا يعني الجالية التونسية من اكبر نسبة روح لبلادها يعني فما ناس احنا عندنا فرص باش نسافروا لبرة نمشيوا لالتوركيا نمشيوا لإسبانيا نمشيوا لأمريكا وتكلفلنا أرخص التكاليف لكن نحبوا نروحوا لبلادنا ونحبوا نصرفوا في بلادنا مربوطين نحبوا بلادنا عندنا عائلاتنا في تونس مع الدينار توا يعني اللي الدينار تاحت قيمته يعني نحبذوا باش ناقفوا لبلادنا وكانت فرصة باش يشجعونا باش نروحوا لكن الإيهانة اللي سارت لتونسة كيف روحوا يفرحوا بينا وكن نجيوا خارجين أنا نحكي لك مثلا أنا وصلت مركبة تسعة بتاع الصباح خذيت التران ثمانية بتاع خذيت الباخرة ثمانية بتاع الليل وأنا موجود في حلقة الواد نوصل لإيطاليا نستنى كرهبتي توصلي نوصل الليل ماضي ساعة بتاع الليل نعديها ليلة كاملة يعني في الطريق هذه يعني أمور كنا يعني ما نوصلوش للشي هذا شو اللي يتبدل؟ اللي يتبدل فممور يعني الجالية ذي زي ما يخيموا بها الجالية ذي كانت تنجم تاقف لبلادها احنا كان أي واحد يرخسوله في البيئي حتى أي واحد ينجموه بشانج معين يدخلوا لبلاده هذه فرصة باش يدخلوا ديفيز احنا فرصة باش ناقفوا لبلادنا وهذين طلبوا يعني الدولة يعني تهتم بالمواطن التونسي العيش البر عندنا توانسة يعني توى موجودة توانسة اللي برشة معاتش يروحوا كل عام يقول لك هنا نوخوا طيارة فيه وربا نوخوا ذا بفانورو وربا كاملة يمشي لك من جينيف الاسباني بفانورو يمشي لك من ميلان ويمشي لك لمستردام بفانورو تجيب مروحة لتونس يقول لك 600 تورو واللي سامبل يعني كيفش تحبوا يروح هذا ب600 تورو ولعنده عائلة يعني هذه هذه أمور كل يخدموا عليه فما طيارات انتي كتجي يعني عليها الروح مع الروح مع بطو أجنبي بطو طالياني أرخص من بطو تونسي اللي هو كيري من عن سيتيان عليها الروح مع طرونزافيا طيارة الروح بربع وخمسي نورو وكي نمشي لتونس يقولوا لستمية تورو عليها طيارة تونس روح فارغة هذه فما مور يجب ما فيقوا عليها يخدموا عليها ومسألة سرقة البضايع في المطارات وفي الموانئ البحرية شين الحكاية شوف هذه أمور تصير في أي مطار لكن في مطار تونس ولا تمبالغة ولا تمبالغة يجي يقول لك اسمع مروح لتونس متهزش لورديناتور بتاعك مروح لتونس متهزش ذهبك مروح لتونس رد بالك يعني تو أحنا توين سنعديوا لبعاظنا ونفهموا لبعاظنا وميفهمها جانب والبرة روكي تقعد معا جانب يحكي لك على تاكسي زيد عليا انتي لامباسادور بتاع بلادك يزمك ديمة تقول لبلادي لا بايا بليدي مريق لولومور ميفهم أمور ماتنجي مش ناقش فيها فهم أمور تجي تقول لك تيخزر باقاجي تخزر فاليزة بتاعي مخلوعة فهمت هذه أمور يعني من حقه أخذت أكثر من وقتها نرجع لك المسألة أنه البلاد تقترضها وتونس تقترض من مواطنيها الموجودين بالخارج يعني هاي تجيبوا الديو فيزن تاعكم وخلوا في البنوك الهنية وخلي الدنيا تتنعوش شوية برشا ميحبوا سمحني جاوبتني دبلوماسيا المرلولة لكن برشا مقيمين بالخارج يقول لك بيعوا وشريوا في التوينس الموجودين في الداخل وداروا الدور على الموجودين في الخارج هي ما شوف هي رأي فرصة فرصة بش احنا توا بارد توريزم اللي يخدم في الصيف توا معادش مني مش يجيد دو فيزل تونس معادش عندنا برودوية هو عمالنا البرة يزمك كيف يجيبوا عندنا توينسة نسبة كبيرة في أمريكا عندنا نسبة في كنادا عندنا نسبة في في أوروبا كاملة اذي يكن كل واحد ترخصه في الطيار وطالبه برقة بتاع شونج تقول له أخويا إذا اقتراح اقترحوها اقترحوها فما يعني نايب في كندا اقترح قل لك احنا نرخصونا البيي كل واحد نجيب لك ورقة بتاع شونج تروامل دولار وهذه فرصة بش يد ناس تدخل لدو فيزل معادها الدولة ترخص في ليبي دورتور لتونس واناهم باراليل ندخل لدو فيزل أقرب موياه أقرب موياه يخدموا كيفاش يرجعوا توينسة لأن توينسة نسبة كبيرة معاش تروح نسبة كبيرة خلي نسألك على مسألة الاستثمار في تونس برشا يهربوا معادش يحبوا يستثمروا معادش يحبوا يروحوا يخلي فلوسوا في الوروب ومايرضاش يستثمر بها في تونس هذه فرصة تروى شوف نحكي لك أنا مثلاً أنا حليت مشروع في تونس عديت عام نجري على الأوراق فهمت؟ كان مشيط المغرب نعم الأوراقي في جمعة وأن العلاقة بين المواطن والإدارة يعني علاقة تعبة برشا أنت كتمشي الإدارة ما يساعدكش ما يساعدكش ورقة يرجعك عليها ثلاث أيام أنا نقف شاد الصف كل يرجعها يرجعك على الفوتوكوبي ويسكر يقول لك أرجع غدوة يعني أمور هذه يسهل ويسهلوا العباد يعني فهم أمور كنا نقبلوها لكن يعني فهمت تطورت ويعني نقدموا يعني فهم حاجات ما فماش تسهيلات لنا ما فماش تسهيلات أنا عندي وكالة أصفار متعبت باش عملت وكالة أصفار عديت عام من إدارة لإدارة ومن فهمت؟ ولكن يعني نحاولوا كيفاش نقفوا معاها المواطن ونحبوه في بلاده وإدارة تسهلوا وموروا سمحني قد شعندك مقيم بالخارج؟ أنا عندي قريب 25 سنة 25 عام وتتفرج من تونس من الخارج يعني من بره بلادي وإنجارت عليها لكن كيف هي صورة تونس الآن؟ صورة تونس يقعد ديم الأمل إذا كان ما عندناش الأمل لنما ما يكونوش تواف في تونس وأنه تونس نمشي معها الآخر ما صار وهذه بلادنا ونحبوها ونقفولها وفمّا يعني التضحو أنه فمّا برشة يفقد الوطنية لكن لكي تعيش لبرة ما تنجمش تفقدها الوطنية يقعد ديم الحنين لبلادك ويقعد ديم حلم حلم في تونس اللي عشنا فيها قبل تونس اللي فهل أمان وتونس فهل فهل سيكوريتي فهل كل شيء حتى في القرآن يقول لك الذي يطعامكم منجوعا وأمانكم منخوف أحنا ضم شيء فاقدينه وحتى في الإدارة مش يسهلك الأمور في الإدارة تخاف من الجواب بتاعه وأنه كل شيء نيجاتيف وإن شاء الله يعني تكون مرحلة ديمة عندنا حلم كل عام وكل عام جاي خير إن شاء الله